عبدالله سعيد قدر انه هو يحسم القضية الخاصة اللي كانت امام النادي الاهلي او اللي كانت بينه وبين النادي الاهلي في المركز او في المحكمة الرياضية الدولية تم طبعا صدور قرار بالغاء حكم مركز التسوية والتحكيم مركز التسوية والتحكيم كان الزم عبدالله سعيد بدفع 2 مليون دولار للنادي الاهلي اللي وشرت الجزاء المدرك في عقد اللاعب وقت ما كان بيرحل عن النادي الاهلي واقتراحيله لأهلي جدة السعودي يعني المحامي الخاص بعبدالله سعيد الاستاذ هاني زهران قال ان المحكمة الرياضية قررت الزم النادي الاهلي بسدات 70% من قيمة مصاريف المحكمة وبمبلغ 10 تلاف فرانك سويسري لعبدالله السعيد المحامي كمان قال في التصرحات لي ان عبدالله السعيد يمتلك احقية رفع او اقامة دعوة قضائية منفصلة يوضح من خلالها حجم الاضرار التي وقعت علي ده ممكن بقى هنشوفه خلال الفترة اللي جاية هل عبدالله السعيد هيقيم دعوة قضائية للحفاظ او المطالبة باي تعوضات نتجة عن الاضرار بي ده هنتبعه خلال الفترة اللي جاية